السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نساطة ببرنامج الملتسم. هنفتح ده البرنامج مضغوط ايزو هنفتح ببرنامج ايزو كما انتم شايفين. هنبدأ نعمل اكستراكت ونفك الضغط عن البرنامج عشان تظهر لنا في الملفات اللي هو اللي ايه? اللي جوة الفولدر. حتى مسلا لكم في نيو فولدر. بعد ما فكنات ضغطة تبقى الملفات عندي بالشكل ده. هبدأ اعمل للبرنامج. هقول لي ان هو عاودي يسطب اه هقول له اوكي. يبدأ يعمل اه للملفات ويبدأ بعد كده يسطب لي او يحمل للنيت فريمورك. طبعا انا هوقف لما يخلص نبقى نكمل. هو دلوقتي اللي خلص هو هنبدأ بقى بعد كده هنروح للبرنامج جات نفسه. بعد ما اه بدأ يسطب الايه? المايكروسوفت نيت فريمورك. طبعا هو هيتأخر شوية لما يفتح. ماφοرها. ف encontra لما يخلص. هو هيته خلص هوت اه هتكر على علامة صح غنبي هابريد عند Council lesins. ماكدا اقول له اوكيه? ماهيبدأ يحيط طب ايه? هنا بقول لها عاوزي في كل البرامج اللي بننشأناها ان هي هتعطى لعمل البرنامج. فانا هقول له ايهيه? اي برنامج هيجيبولي هقول له اقول له كده بعد كده اقول له يبدأ البرنامج يسطط طب زي احنا شايفين ويفرض الملفات بتاعته دي البرامج اللي هي مش هتأثر على العمل اللي هي البرنامج اللي هنطلعناها دلوقتي من لحية الديوين يبدأ وقف لوقت لما يخلص هنا خلص هو التصطيب نركز بقى في الحتة دي هتقوي هنا انا عاوز اشغل الكراك فانا انا اخترت الاختار الاخير اللي هو اخترت الاختار اللي قبله اللي هو اخترت الاختار اللي في النص واجهت رحت للكراك وضغط عليه كليك يمين هيقول لي على طول اوبن لايسنس فولدر طبعا انا لايسنس فولدر ده كراك اه لما اجي ادور عليه في عندي حتى في الفولدر بتاع البرنامج مش هيظهر لي مش هيظهر لي الايه الكراك بتاعي زي ما احنا شايفين اقول لي مهما اعمل مش هي ايه مش هيظهر لي مش هيظهر لي المطلوب عشان تشغيل الايه الجهاز هبدأ بعد كده اختار هجرب بقى الخيار الاخير اللي هو وهكتب اي اسم اي حاجة خالص هوت بعد كده هقول له ايه اااااا اكتب مسلا اي اسم بعد كده هقول له نيكست 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 هابدى اللي عايز تابطة في برنامج في السي ولا في انا هقول له نيكست على طول وابدا اقول له ايه نيكست هابدا هو ايه يعمل عملية الايه التسطيب. هقول له اكسب. بعد كده نكسب. هيبدأ يصطب هو هياخد وقت شوية على ما ييه ما يخلص اا تسطيب. فانا ايه هاضطر اا اوقف شوية الغيت لما هو ايه اا يخلص. طبعا زي احنا شايفين البرنامج شغاله هو بيعمل تنزيل بتاع الايه الملفات بياخد ملفات ايه اا بتاعته تانينا معا الغيت لما يخلص خالص وبعد كده نبدأ نشوف ازاي هنعمل الكراك في البرنامج يبقى اصلي معنا ويشتغل معنا بكفاءة ايه? وجودة عالية. انا هو اتخلص البرنامج قرد يخلص هو اتخلص بعد كده هقول له ايه اا اا نكست. اقول له يس. وده لو هستعمل عبدات للخدمة اللي موجودة او التحسينات اللي موجودة اقول له يس. بس طبعا يطلب مني ان هو يراستر الجهاز فانا مش اا مش هراستر دلوقتي. اقول له ريستارت ليتر بعد كده هخش على اللايسنز واقول له شغالها لك ايه ادمنستراتور بعد كده هعمل اكتيفيت كليك يمين وابدأ اعمل اكتيفيت لكل الحاجات اللي موجودة داخل الايه? اكتيفيت اكتيفيت اكتيفيت. اقول له ايه اكتيفيت اكتيفيت بقى للايه للكل. اهو. عنده اوكشن اقول له ايه اكتيفيت. كده انا خلصت اجي اقافل. واروح اشغل الايه? البرنامج. طبعا هنه هجيبه من اول ويختار اللي هو سلكل ديزاين سيوت اربعتاشر دوت وان. ابدأ ايه اشغل برنامج اتلاقي البرنامج اشتغل معك نسخة كاملة وتكملة. شكرا واتمنى اكون استفدت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكامل اشتركوا في القناة